انا الاستاذ محمد السلام عليكم عليكم السلام عليكم ازايك الاستاذ محمد اتفضل ازايك الشيخ نعم وفضل الحمد سؤالي خاص بالموضوع العقيقة والاضحية تفضل هل يجوز لان انا وانا بضحي لو انا معقدش عن نفسي ان تبقى بالنية عقيقة واضحية يعني انت دلوقتي عايز تدخل اتنين في بعض انت عايز دلوقتي تعمل اضحية فانت بتقول بدلان انا عملت اضحية هو ده عجل ولا ولا ما اشيه ايه بالزبط يعني احيانا بده غالبا بخش بالنص او النص مثلا العجل او الرابعة طيب ما هو نص العجل ينفع فيه عقيقة وينفع فيه ان انت كمان انت عقيقة عن نفسك انا انا قد تسكرم حضرتك ان هو النصاب بتاعنا ممكن ما هو ده النص النص يعني تلاتة ونص تلاتة الاضحية واحد والعقيقة اتنين فكده يبقى خلاص متين والاتنين اه انما لو السبع ما ينفعش يبقى الاتنين السبع لا ما ينفعش يبقى الاتنين لا. اوكي اه يعني ما يقوم انها مسلا هضحي مسلا بنص عجل او بربع العجل اه طالما في حدود السبعين يجوز انها اه هعاكي وسلا. لا هيبقى ثلاث اسبع بقى هيبقى ثلاثة اسبع ونص يعني ثلاثة ونص. اه. خلاص فده وتيبقى جائز مفوش حاجة ده. اه كده. تمام? اه. ده السؤال. هو ده السؤال فيه سؤال تاني يا سيد محمد? اه 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 وكان فيه سؤال تاني بس كان بصوصية من والدتي. تفاض كان وديتها الله يرحمها كان اه لينا شقة. يعني اشترت شقة من 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 اينا يعني في البيت. من اخب الاختي لي. وقالت انا اخلي الشقة دي. اه ازاي من حقكم يعني. ازاي ازاي من يعني اختك اشترت شقة. اتفاض. اشترت شقة من نصيب اختي في البيت. اه يعني كان نصيب اختك في البيت من المرس من والدك. اه اشترت منها اشترت منها شقة. اتفاض. اتفاض. انا اخلي صدقى جارية عن عن عني وعن اه قال للبيت. طيب. عن عن ابويا. طيب. وجات قالت بس ايه لو في حالة ان البيانات لو انضامت تاخد ايه? كل واحدة منهم اه جزء. يعني لو حد فيهم وهم اولا. طيب يعني ايه بتقول يعني ايه قالت انا لو حصل ان انا انتقلت الى الرفيق الاعلى يبقى التمن الشقة اللي انا اشتريتها دي. اه. بنعمل فيها ايه بقى? يال. لأ وهنا بقى الشقة دي اشتريتها من اختي ودفعت جزء منها وتوفيت قبل ما تكمل. اه يعني هي كانت تشتريها بالتأسيط. من التأسيط. لا هي كان فيه جامعية تتبت. ماشي. ودفعتها على مرتين. ماشي. وعلي كيها توفت. ماشي. 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 تكمل التمن بتاعها. فين بقى السؤال? السؤال بقى احنا كمنا التمن الشقة. وخلناها كوصية. انت قاعد يعني احنا خلصت وزير. في حد في حد فيكم معترض. لا. هو المفروض كان يبقى مراس هو الجزء اللي هي دفعته في اول الشقة اللي هو المقدم ده. مم. فكان هو دات المفروض انه بقيت الفلوس كان من الفلوس هي من جامعية بتاعتها هي. فخلاص. فانتوا اتفقتوا على ده. اه. اتفقتوا على ده. ولا في اي شيء وان شاء الله. وعملناها. ان شاء الله ولا في اي شيء ويبقى ان شاء الله صدق جريع على روحها الكريمة ان شاء الله. معانا الاستاذ يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عمر انا بشكرك على هذه السماحة والطيبة وفعلا دار الافتاء والتلفزيون المصري هم سند البلدي. ربنا الله يرضى عنك. ده عشان انت عشان انت جميل بس. الله يعزك يا دكتور. فضل. ليه سؤالين يا فنم. السؤال الاول. اه. عندما يعني الواحد فينا يهم انه يصل بعض الارحام وللأسف يجد للأسف بعض القطيعة منهم. حكم الدين هنا ايه? انا اه بدرت وعملت ده. اه. ولكن للأسف بيجي لك احساس كده واحساس قاسي جدا يا دكتور ان يعني انت اه تفعل الخير ولا تجد ما يقابله يعني. اجاوبة على حضرتك حضرتك. سؤال التانية يا فندم. اه. هل اه يعني الزوجة لو اختارت وسيلة مختلفة عن الوسائل الاخرى لتنظيم النسل. اه. هي بتتعب من الحبوب والحاجات دي. فكان الدكتور اقر. وهي طلبت منه الحقيقة. عشان برضه اكون منصف في السؤال. اه انها تعمل عملية ربط. اه. فهي بتسأل الحقيقة. او انا بسأل على لسانها اه مدى حرمتها. انا 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 من ربط. الرابط داته. وكأن الاطباء يعني بيقولوا كلام بكلام في فيه اختلاف لكن الرابط دات في نوعين. في نوع من رابط المؤقت ورابط الدائم. هي لانها اكتفت بما منحها الله من اناس وذكور اه رابط دائم. لا. خلينا بجواب على السؤال التاني. لو رابط دائم لا. تمام. لو رابط دائم لا. لان دوت فيه تغيير من الخلق الله. لانها تربط القناتين فخلاص دولا خيارت المسألة خالص وكانت خلاص وكانها وكان ما باعش فيه رحم كده. تمام. فده لا. لكن لكن لو رابط مؤقت لا المسألة مختلفة. تمام. لو رابط دائم فلا. طيب السؤال الاولاني بقى ما يتعلق بصلة الارحم. تمام. ما يتعلق بصلة الارحم يا سيد يوسف. انا عايز اقول لحضرك حاجة. سؤالة الارحم ده فيه كلام اوجهه لحضرتك وفيه كلام اوجهه للناس اللي بتقطع ارحمها. الكلام اللي بقول لحضرتك ان الانسان الله سبحانه تعالى قد يكرمه ويزيد في ثوابه ان ماذا ان يرزقه مكارم الاخلاق في مقابلة مساوء اخلاق الناس. واذاك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تشوف كده ليس الواصل بالمكافر. اين الواصل هنا بقى لازم يفهم شوية ان هو هو مش بيتحمل الهم. هو بيغرق في الانوار. يعني الراجل اللي بيصل ده رحمه وبعدين يقبلوه بالاساءة ده بيغرق في الانوار بيبقى غريق الانوار. ليه? اسمع كده حضرت النبي صلى الله سلم وهو يروع عن رب العزة ان الله خاطب الرحم فقال الا يكفيك ان اصل من وصلك وانا اخطع من قطعك فالواصل ده الحقيقة مش بيوصل رحمه. ده ايه الحاصل? ده الحقيقة انه هو في حالة وصال مع ربه. فلذلك لابد انه هو يشوف العظيم عظيم مننا ان ربنا ماني عليه بيه. ونزاك حضرت النبي يقول ليس الواصل بالمكافر. ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه ماذا وصلها? ده الكلام لحضرتك والكل واحد بيصل رحمه ويتقابل بالجفاء. الجفاء ده ليس الا باب للقاء مع الله. الجفاء اللي هم بيجفوك بي ده ده باب للقاء مع الله ان انت تنظر الى وجه ربك الكريم وتتبسم ان ربنا نرزعك بده. جزء التاني بقى الكلام دي مهمة بقى. خلوا بالكم. اللي 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 دعا واللي حذركم هو مولانا سبحانه وتعالى. وان اقطع من قطعك. فخلوا بالكم. قطعة الرحم دي فيها قطعة رزق وقطعة باركة وقطعة. حتى لو كان الرزق موجود. لكن تحسن ان البركة مش موجودة. وعشان كده اتقوا الله سبحانه وتعالى في رحمكم. واتقوا الله في من يحسن اليكم.